بين المزايدات الانتخابية وتزويرها يخرج رئيس الجمهورية برهم صالح بحديث مباشر عن الايام التي تفصل العراق عن بناء الدولة وحفظ سيادتها بخطورة التزوير وتوفير الاجواء التي تضمن نجاحها سيما انها مطلب افرزه الحراق الشعبي وبين مفترق طرق يضع صالح البلاد بين خيارين اما العودة الى الوراء او التقدم على خطى البناء وهنا تحذير واضح من العودة الى النزاعات والاصطفافات المذهبية كلمات يرسخها صالح في ظل الايام المتسارعة قبيل اجراء استحقاق دستوري من غير المعلوم توقيته وهذا يعود الى اسباب عدة من بينها وجود جهات ما زالت تضع العراقيل امام الحكومة لمزايدات انتخابية حديث يعلنه صراحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتكرارا لمسلسل زراعة توتير الثقة بين القوى السياسية سيم بعد تسلم الكاظمي سلطته كرئيس حكومة ما يخدم مشروع اغراق العراق في صراع سياسي يبعده عن بناء وعلاج في معادلته السياسية الرئاسات الثلاث اتفقت على الخطوط العريضة التي تحيي بناء العراق السياسي وتقود الطريق الى عملية سياسية تضمن حقوق المواطن العراقية فما جاء في تفاصيل اشارة محمد الحلبوسي لضرورة منع السلاح المنفلت تحقيقا لحيبة الدولة الوقت الحالي ترتيب عملي مناسب لمراجعة التناقضات والتداخلات التي جعلت الطريق مفتوحا فيما مضى للفوضى والعبث الخارجي رسالة تعزز المؤكد حذر من خلالها رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم من التحديات التي يمر بها البلد خلال العقدين الماضيين داعيا الى بلورة عقد سياسي جديد يقود الى تغيير الاطار التقليدي الحالي الحكومة بدورها تبعث على الطمأنة للمشهد الانتخابي من خلال التأكيد على الى الكاظم دعما شخصيا للمفوضية وتهيئة التخصيصات المالية واطفاء الديون المتراكمة بذمة المفوضية لبعض الوزارات الاجماع على اهمية الانتخابات اليوم تضع العراق امام مهمة الخلاص التي لا خيار له فيها الا النجاح وإلا فان التحذير الاخير يعد بمثابة فرصة اخيرة للعراقيين ودولتهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة